حل وفد من اتحاد الدول لكرة القدم فيفا ضيفا على فريق الوداذ الرياضي بهدف إنجاز دراسة حول مفاتيح نجاح تسيير نادي الأحمر خلال الخمس السنوات الأخيرة والوقوف على تطور النادي وكيف عاد من واجهة التتويج وتألق وطنيا وقاريا والحضور على المستوى الدولي حتى فيما يخص جمهورها الأول عالميا وحسب ما زاء في بلاغ الوداذ الرياضي أضاف البلاغ ذاته أن ممثلي الفيفا رفقة الوفد الممثل لنادي الوداذ الرياضي قام معا بجولة تطلعها لمرافق بن جلون وبعد ذلك تابع الوفد الدولي عرضا مفصلا عن تاريخ وهيكلة النادي الأحمر وتمحور عرض نادي الوداذ الرياضي حول تاريخ وهوية وألقاب النادي التنظيم الداخلي للنادي البنيات التحتية لكافة فروع النادي والمشاريع التي في طور الإنجاز الوضع المالي للنادي التواصل والتسويق المسؤولية الاجتماعية للنادي والتنمية المستدامة وأبدأ أعضاء الوفد إعجابهم بالبنيات التحتية لنادي الوداذ الرياضي المتعددة الفروع كما تمنوا كل الخطوات التي يقوم بها المكتب المديري لضمان استمرار التألق النادي وحضوره في طليعة التنافس على الألقاب حسب البلاغ دائما وعبر وفد الفيفا على اعتزازه باختيار نادي الوداذ الرياضي لتقييم تجربة عودته لتألق داخل المنظومة الكروية على المستوى الوطني والإفريقي اشتركوا في القناة